حالة عبانية ليلة بعد هالصف فبعد العطلة السفر والعيد والأعراس بتوصل للمدارس كالتزام اقتصاد جديد لعائلاتنا واسمت حديث نبيل بن شوي عن أوضاعنا بالابنوك حملة كتير في بلداتنا العربية عم تطلع بها الفترة وبتهتم بمساعدة العائلات على تجاوز هالمرحلة بأعباء أقل قبل سبع سنوات انطلقت حملة من خلالها بتم توزيع حقيبي لكل طالب من خلال جمع التبرعات وشراء الحقائب المدرسية والقرطاصيات للطلاب في العائلات المستورة لضمان عودتهم لمدارسهم مبتسمين معنا للحديث عن تفاصيل هالمبادرة مبدأك اياه ليعطيك العافي مبدأ الله يعافيك مصطفى نحكي شوي عن حقيبي لكل طالب كمشروع قبل ما نتوسع بالحديث نعم حقيبي لكل طالب هو مشروع اللي عمره اليوم تمان سنوات السن التامي وبيهدف لرسم بسمي على وجه الطلاب الغير ميسوري الحال اللي بدين نروحوا على المدرسة ومعندينش امكانيات يشتروا حقيبي جديدة واليوم الاول عند الطلاب هو احلى يوم ومنحب الطالب يروح للمدرسة بمعنويات ونفسية ايجابية اللي يقدر يستمر في السنة كلها ففي عندنا مجموعة ناشطين وناشطات من حيفاء اللي بيقوموا كل سنة بجمع التبرعات من الناس وما منتوجه لرجال اعمال كبار اللي ممكن يشتروا كل الحقائب بل متوجه لكتير ناس لانه فيه لنا اهداف تاني من الحملة بنحكي عنها بنشتر حقائب ومنوزعها طبعا حتى شكل التوزيع بيكون بشكل معرض اللي نعرض كل الحقائب الطالب او الولد بفوت بنحل حقيب اللي بتاعش وهو اللي بدو اياها وبخدها وبطلع من عندنا مبسم وطبعا احنا كمان منبسم لانه هذا بيأتي اتفاق ذاتي لنا كمان يعني لما قلت منوزع الحقائب هذا بيقول انه ما فيش اي مقابل مادي ولو حتى رمزي مقابل الحقيبة لا ولا اي مقابل حتى الغيل اللي فيها اكتر من طالب يعني فيها تلات طلاب اربع طلاب خمس طلاب نعمل حسب انه كل الاخوي يأخذوا مش واحد يأخذوا التاني روح بلا حقيبة بدون اي مقابل وبدون اي دفع من الطلاب طبعا الحقيبة بيكون فيها كل القرطصيات اللي ممكن يستعملها الطالب خلال السنة من اقلام مسترة محيات مقلمة دفاتر كل هالاشياء بنوفروا اياها وين ما كان عرض الحقائب وين بتتجمعوا وين بيجوا الطلاب عادة في مركز الاخوي في ود بن سناس مركز جماهيري فيه من معرض الحقائب بالاول بيجوا الطلاب مع الاميات كل واحد بيأخذ الحقيبة تبعته وبتسهله ذكرت انه المبادرة يعني بشكل اساسي في حيفا عم تقام وتنظم هل الطلاب ايضا من حيفا فقط ولا ممكن من اي بلد في مجتمعنا العربي يوصل احنا بنحكي عن بس من حيفا والعائلات اللي بتحيفا وطبعا حيفا بلد كبير اللي فيها اربين الف عربي اللي فيها عدد مئات الطلاب اللي احنا منزودين للحقائب فمش ناقصنا يعني بعد سبع تمن سنوات من انطلاق الحملة هل فيه تفكير لتوسيعها للمجتمع العربي ككل؟ مني انا شخصيا لا فيش تفكير هيك بس بالصدفة يعني فيه ناس اللي هاي السنة طلبوا مساعد كيف انه ممكن يقوم بالحملة في حي تاني بحيفا وقاموا بالحملة ونجحوا احنا مستعدين طبعا تساعد اي واحد بده مساعد انه يعمل الحملة في بلده نساعده وكمان يقوم فيها شكرا جزيلا بدك الكلمة اخيرة لكل الطلاب قبل دخول المدرس في بعد وقت عنا يعني بهاي الايام بالاسبوع الاخير قبل المدرسة انه يتواجهوا يحصلوا حلها حقائب ولا الامر خلاص؟ لا اي واحد حتى انا بلزم لحد واحد تسع اي عائلي فيه عنده مشكلة حقائب او فيه عنده مشكلة انه ولادي نروحوا على المدرسة وهن مبتسمين انا بلزم شخصيا انه نزود لهم المراد شكرا جزيلا بدك اي عيال يا هلا مصطفى الله اعطيك العافية